لما ذكر هذه العقيدة العظيمة وهي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى ذكر موجب نيلها وسبيل تحصيلها وعبادة الله وطاعته وأعظم ما يكون في طاعة الله أداء الفرائض وأعظم ما يكون في الفرائض بعد التوحيد الصلاة قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلع الشمس وقبل غروبها ففعلوا صلاة قبل طلع الشمس أي الفجر فريضة الفجر وصلاة قبل غروبها العصر فريضة العصر وذكر هاتين الفريضتين دون غيرهما من الفرائض تنبيها على عظم هاتين الصلاتين ولهما خصصية في الفضل ورد فيهما خاصة أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام منها قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر الحاصل أنه ورد في هاتين الصلاتين أحاديث كثيرة فلهما شأن ولهما مكانة فمن حافظ عليهما كان في محافظة عليهما معونة لأداء ما سوى ذلك من الفرائض فيهما معونة عظيمة جدا وبخاصة الفجر مفتاح اليوم وباكورة اليوم من عانه الله سبحانه وتعالى على النهوض من فراشه وذكر الله والتطهر والتوجه إلى بيوت الله كان في ذلك معونة له على أداء بقية الصلوات وحفظ يومه في الخيرات في أعظم معونة استعينوا بالصبر والصلاة فالصلاة فيها معونة وفيها مزدجر مثل ما قال الله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن حافظ على هاتين الصلاتين كانت معونة له على عموم الطاعات ومن ضيعهما وهما في الشان هما فهو لما سواهما أضيع فهو لما سواهما أضيع إذا ضيع هاتين الصلاتين مع هذه المكانة العلية لهما فهو لما سواهما من الصلوات وأيضا غيرها من الطاعات أضيع والمحافظة على هاتين الصلاتين المثمرة لما قدمت أمر عظيم جدا وجليل وأمر أيضا فيه غوالب في الدنيا كثيرة تغلب الإنسان عليه فيحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا حتى يكون محافظا على هاتين الصلاتين وغيرهما من الفرائض المحافظة العظيمة التي لا يغلب عليها بشيء من هذه الغوالب وهي كثيرة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سو لنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحافظة العظيمة